السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توصلنا بواحد الخبر من داخل المنزل للنبيلة الزوجة الأولى دي المسلم الخبر موصق منها والسان بوصة يعني أكيدة كاينة قبل ما نخليكم مع هذا الموضوع الشيق دي اليوم ما تنسوش شترك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل أخبار وكل معلومات جديدة كنحطها في القناة ديالي كانت منها تنلي إعجاب ديالكم وتشاهدوها انتوما في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله قبل ما نخليكم مع هاد المواضع كلها غدي نهضر بعدها وعلى واحد الموضوع اللي هو فعلا أنا درني بزا في قلبي بالنسبة للناس اللي كيدخلوه كيهاجموا اللي كيدفعوا لأمل سقر أنا كنظن هاد النسبة القليلة اللي كتدفع لأمل سقر أكيد هي من صهم ديالها وأكيد هي بحالها وكتدير لأمام شوز اللي كتدير أمل سقر يعني أكيد هاد اللي كيدفعوا لأمل سقر هما أيضا كيكونوا عشيقة الأزواج اللي مزوجين أولى كيكونوا خرابين لبيوت كي بمدارة أمل سقر أنا مشي ضد أمل سقر أنها تبني حياتها من جديد ومشي ضد أنها شرفة أو كبيرة أو صغيرة في السن أنا ضد المرأة اللي كتشتت الشمل ديال العائلة أولا كي تبني الشمل ديالها يعني هاد أمل سقر اللي لاحطوا لها شتت الشمل وتسببات في الطلاق وتسببات في الدراري أنهم يبعدوا على الوالدين ديالهم مرة كيكونوا مع أبهم مرة مع أمهم وهي تمثل أنها تبغي لأولاد ديال المسلم ولكن للأسف تبين لنا العكس لأن كما تعرفوا أي مرة الأب لا تبغيش الربايب اللي هما أولاد الزوج ديالها تمثل إليه أنهم يبغيهم ولكن للأسف الشديد لا تحملهمش ولا تبغيش الزايد ولا تبغيش حاجة مشروكة على وجه المشروك عمرو ولا يتغسلوا ولا يمتفق معي في هذه النقطة كانت منها يكتبها لها لتحسف اللي كومانتغ سوف نقول لكم الخبر اللي سمعنا علش مسلم سمح في أمل سقر ورجع الزوجة دياله الأولى الزوجة دياله الأولى كما تعرفوا أنه عنده معها جوجة ديال الأطفال وهو كان كيمشي يزور الأطفال دياله وكيمشي كيدخل عند نبيله وكيدخلص باش يشوفوا ولداته كان كيدخبية على أمل يعني الحمد لله الكاس اللي شربت منه نبيله عفوا كان كيمشي بتخبية لعند نبيله كيشوفوا ولداته وكان كيمشي غير مرة واحدة في النهار كيمشي جوج مرات في النهار كيمشي في الصباح كيمشي في العشية كيمشي مع نبيله كيمشي معها القهوة هو ولداته بطبيعة الحال مع المرافقة وأبناء تجسس وكتبعوه وكتشوفوا ما يستطيع تجسس وكتبعوه كيف يشتر عنوان الصباح كما سبق لكم في بداية الفيديو لا أستطيع ضد وحدة كبيرة في السن ولكن بما يرضي الله لا تريب حياة أخرى لتبني حياتها حتى أحد لا يريدها ضد هذه الفكرة مستحيل لأنني تشمل شيء واحد لأن الضمير عايش ونخمم في الولادات ونخمم في المرأة ونخمم في المستقبل كما قلت لكم مسلم ونبي للتفق وأنه سيرجع معها قانونيا وشرعا وقدم العالم كله سيعلن الزوجه المرة الثانية مع الزوجة السابقة وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أن نلقي إعجابكم إذا أعجبكم ونقول لكم إلى اللقاء في الفيديو جديد إن شاء الله